2-1 الخاص قبل الله ندخل عن هذه التفاصيل عن المصمم المعماري نبقى نعرف منه محمد عبد الرحمن محمد بدأ دراسة المجال هذا في تقريباً سنة 2009 في الجامعة الأمريكية في الشارج وتخصصت في مجال التصميم المعماري ومن سنة نهاية 2015 بديت شركة MX Concept Design اللي مهتم بالتصميم المعماري والتصميم الداخلي كذلك وهل هذا المجال كان بالنسبة لك شغف؟ صراحة في المرحلة الثانوية الذكر كان والدي ابني البيت فخلال هذه الفترة حبيت أن أشارك في تصميم البيت فقعدت أبحث في الانترنت وبعدها نزلت كذا برنامج وبديت أصمم طبعاً أشياء بسيطة جداً ولكن شدت انتباهي خلتني أنجذب لمجال التصميم المعماري شو الفرق بين المصمم المعماري والمهندس المعماري؟ أخي محمد المصمم المعماري يدرس احتياجات المالك يدرس من الطلبات المالك يدرس حتى البجت اللي عنده المالك ومن بعدها يقوم بتصميم وتقسيم المبنى حسب الأشياء اللي ذكرناها اللي هي من الطلبات المالك واحتياجاته ورأس المال أو البجت اللي عنده ومن بعدها بعد ما يدرس التقسيمات هذي يقدمها للمالك إذا اعتمدها ممكن أنه يقوم بالثري دي ومن بعد الثري دي ممكن أنه يقوم بالمخططات المعمارية أما المهندس المعماري فهو الشخص المسؤول أو الشخص اللي يدرس الأمور الهندسية للمبنى فيكون فيه تعاون بين المصمم المعماري والمهندس المعماري مهندس المعماري يشوف المبنى هل ممكن أنه ينبنى على أرض الواقع رقم واحد اثنين إذا ينبنى على أرض الواقع كيف ممكن راح نبنيه فهو بيحط الستركتر هو بيحط كميات هو بيحط كل الأمور الهندسية هو اللي بيدرسها ولازم يكون محمد بينهم تعاون هما الثنين طبعا يعني قبل البنى ووقت البنى والمشروع يعني مثلا البنى قاعد يكتمل هل مهم أنه يكونون في نفس الوقت موجودين طبعا طبعا المصمم المعماري هو اللي يصمم المبنى فهو عنده صورة معينة يبغي يوصل لها في نهاية المشوار يبغي يوصل للصورة هذه في نفس الوقت المهندس المعماري هو اللي عنده دراية وعلم بأمور البنى من ناحية مواد ومن ناحية أمور هندسية فدائما لازم يكون من بينهم هم الثنين التواصل دائما لازم يكون من بينهم تواجد في الموقع عشان نوصل في النهاية إلى مبنى مشابه بنسبة كبيرة نقدر نقول 90 إلى 95% من الثري دي اللي هو يطمح للمالك شو الفرق ما بين التصميم الحديث والتصميم الكلاسيكي؟ أخي محمد التصميم الكلاسيكي معروف بالزخارف الكثيرة اللي موجودة فيه ولكن عملية التصميم أو البروسس في التصميم يكون هو من التصميم الخارجي أو المبنى خارجيا ومن بعدها يتم تقسيمه داخليا على عكس التصميم الحديث التصميم الحديث هو أن تتقسم المبنى من بره من داخل قصدي تشوف الغرف أماكنها الأقسام أقسام البيت توزعها ومن بعدها يطلع عندك شكل معين تعتمد على ذوق المصمم المعماري وعلى ذوق المالك في تزيين هذا المبنى محمد دائما يقولون أن موضوع التصميم الكلاسيك وائد معقد ومكلف هل هالكلام صح يعني؟ شوف تقريبا أسعارهم عندنا في الدولة مشابهة تصميم الكلاسيك سابقا كان يكلف مال وجهد ولكن اليوم أغلب الشركة تعتمد على القوالب فما صار عندنا قلل من السعر وقلل حتى من الجهد إنه قالب جاهز يتركبه فقط بالنسبة للتصميم المودر أو الحديث هل هو يعني تكلفته تكون أقل عن الكلاسيك؟ ولا شوفوا يعتمد على اختيارات المالك طبعا اليوم إذا قلنا بنستخدم الرخام سوى في الكلاسيك أو في المودر الرخام موجود عندنا تقدر تاخذ المتر مربع بثمانين درهم تقدر تاخذه بخمس وست آلاف درهم للمتر مربع فدايما السعر يعتمد على المواد المستخدمة طبعا الناس بتقول مثلا الكلاسيك دايما يكون أغلى طبعا بيكون أغلى لأنه فيه مثل ما تقول تلبيس أو تكسية للمبنى كامل عادة الكلاسيك أحلى إذا كان مستخدم فيها الرخام في الأرضيات كلها على عكس اللي هو المودر اللي أنت تقدر تدمج بين مثلا جزء الرخام جزء اللي هو الأرضيات الخشبية جزء اللي هي الأرضيات السمنتية الكونكريت بألوانها المختلفة شو النصايح اللي أنت تقدمها للناس اللي رح تتخذ هذه الخطوة أنا قبل لا تروح عند المصمم شو الأشياء اللي المفروض يحطونا في عيني الاعتبار قبل لا يروحون شو بداية واحد لازم يعرف هو شو يبقى كيف ممكن تعرف أنت شو تبقى أنت مهروض تللس مع أهلك تشوف احتياجاتكم احتياجاتك أنت محمد مختلفة عن احتياجاتي أنا في البيت طريقة استخدامك للبيت مختلفة عن طريقة استخدامي أنا للبيت كل واحد هو احتياجة كل واحد طريقة استخدامي للبيت واحتياجة في البيت يعني كم غرفة أنت مثلاً ممكن تحتاج غرفة تصوير ولكن أنا أحتاج غرفة جيم مثلاً هذه الأمور تفرق كثير لازم نخطط لها من البداية ثاني شيء لازم يعرف كيف أو ياخذ أفكار حتى من الشارع ليس بشرط من الإنترنت يمشي في الشارع هو في طريقة للدوام هو في طريقة لأي مكان يشوف البيوت يشوف البيوت اللي حوله ليس بشرط أن يقلد البيوت لا يأخذ الأفكار لا يأخذ أفكار معينة يعني والله أنا أعجبني اللون مثلاً هذا أعجبني الماتيريال هذا على البيت ممكن أعجبني باب بيتهم هي فيسجلها في النوت خلاص حينه هو نفس ما تقول بناء مود بورت من نفسه حلو بعدها ممكن أنه يبحث في الإنترنت ويطلع صور لأشياء مختلفة وقال شيء مواقع وأمثلين طب 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 فهو يعرف شو يبه وكيف يبه البيت يكون هي زين بعدها يروح للمصمم طبعاً قبل هذا لازم نكون عارف كم البجت اللي عنده وكم إمكانيته في الحلقة الثالثة أبو عبد العزيز مع المهندس أحمد محبوب تكلموا عن أساسيات بيت العمر فذكر هذه الجملة نعم والحرمة شرائها نعم وأنت شرائك لا الحرمة شرائها أنت موالك زين توقع الشيك أنت بلط أنت يجسد بلز في النهاية يا أخي من البيت في البيت أكثر صح نحن أقول لهم صد هم اللي يسون في البيت فبالتالي هي لازم تكون هي مخططة على المكان على الطريقة التي تريد أن تدير حياتها فيها صحي ممكن احتياجاتها في البيت أكثر مننا نحن هذا اللي لازم ينسون كعائلة كاملة وحتى يشوفون خططهم المستقبلية مبس اليوم يعني ممكن هو مفكر فيه نقطة جدا مهمة في بعض الناس تيك تقول لك أبغي خمس غرف ولكن البجت اللي عنده ما يسمح لأول شيء أنه يبني خمس غرف تسأله هذه الغرف المنوه يقول لك أنا عندي عيال في المستقبل بيوني بذن الله فأبغي أبني لهم هالخمس غرف وهو توا متزوج لازم يعرف مثلا هالعيال أساسا حتى يمبيون إن شاء الله إن شاء الله على الأقل خمس ست سنوات بيعيشون عندها في نفس الغرفة بعدها بينتقلون غرفهم تدريجيا صحي ممكن أن كل اثنين ثلاثة يرقدون في غرفة خلال هالفترة يمكن خلال العشر سنوات هذه القادمة هو ما يحتاج الخمس غرف بس صرف عليهم هو ضغط على نفسه ودفع عشان يبني هالغرفة بس محمد مو بالأفضل أن الواحد مثلا لما يبني خلاص يعني يعني يبني للمستقبل يعني على سبيل المثال أنا اليوم إذا أبني البيت أنا أفكر لعيالي في المستقبل أقول أنه مثلا أنا محتائي مثلا خمس غرف نوم فمثل ما أنت ذكرت أنا محتاجي خمس غرف نوم فليش ما أنا أبني من البداية وأحط المبلغ وأخلص عمري يعني أفكر عمري من الصادق عشان ما أرد مرة ثانية وأندم بعدين أقول لا أنا ليش ما سويت وليش ما حطيت شوف أخي محمد فيه إذا كان البجت يساعد ممكن أنك تسوي هذا الشيء ولكن إذا البجت ما يساعد لا تضغط على عمرك أنت تحتاج هالغرف وبتكون ضرورية بعد عشر سنوات أنت شو ممكن تسوي ممكن تخلي أساس الطابق الأرضي يتحمل أنه يشل فوقه طابق ثاني بعد فترة في المستقبل يعني هذا حل بديل هذا حل بديل ولازم أنت تدرس هذا الحل عشان توفر عمرك من البداية الأساسات تكون مختلفة طريقة البناء ممكن شوي تكون مختلفة المواد المستخدمة ممكن شوي تكون مختلفة فهي بتسهل عليك أنت وفرت ممكن خمسمائة ألف ممكن ستمائة ألف وخلال عشر سنوات ممكن أنت تجمع هالمابلاغ وتحطه في هالمابلاغ يعني أنت محمد يعني أنت حين تنصح أي شخص بيبدأ في موضوع بنا البيت أن يتخذ هذا القرار اللي هو يبدأ بشي صغير وبعدين يخلي أنه كأساس أو خطة مستقبلية بعد فترة عشان يوفر على نفسه شوف ممكن أنه خلال دراسته هو كشخص الاحتياجات يقسمها إلى ثلاث أقسام اللي هي الحاجة الملحقة أشياء يحتاجها حاليا وما يستغني عنها حاجة في المستقبل القريب يعني حاجة خلال من سنة إلى خمس سنوات بالكثير عشر سنوات حاجات يعني غير ضرورية هذه ممكن هو يحتاجها بعد عشر سنوات بعد خمسة عشر سنة ما بيحتاجها اليوم الأشياء الرئيسية والحاجات اللي هي نحن قلنا ملحة يركز عليها الحاجات اللي هي متوسطة نقدر نقول أنها يحتاجها بس خلال فترة بسيطة يعني بعد فترة بسيطة هذه بعد ممكن أن يركز عليها الحاجات اللي ما يحتاجها في المستقبل القريب يحتاجها بعد فترة زمنية طويلة هذه ممكن أنه يشوف البجت اللي عند هل يناسب أنه يبني هذه الأشياء أو أنه يخليها كأوبشن للمستقبل أنه يخليها كتوسع في الفلا أنا أفضل أنه يتوسع في الفلا مستقبلا ليش لأنه بتشوف الفلا بعد فترة خلاص بدي يمل منها بدي يمل من الشكل الخارجي فبي بدي يعمل صيانة يبدأ يعمل الأشياء هاي وممكن أنه الأضافة هذه تعطي للبيت إضافة جمالية أكثر تغير في روح البيت فيحس أنه في شيء يختلف في البيت أنه في شيء يتطور في البيت فيتخلص من شعور الملل هذا من البيت نفسه أو من تصميم البيت لأن الشيء اللي أنت تشوفه بشكل يومي تبدأ تمن منه بعد فترة يعطيك العافية أخي محمد مشكور ما قصرت شكرا على تلبيتك هذه الدعوة وإن شاء الله بعد هذه الحلقة إن شاء الله متابعين بيون عندك بيسئلونك بيأخذون منك استشارات إن شاء الله أنت ما رح تقصر في يوم في الأسئلة أو شو من الخدمة اللي أنت تقدمها أشكر أخوة محمد على استضافتنا وفالك طيب وإن شاء الله ما بنقصر أحد وبنتظارهم وبنتظار رسالتهم إن شاء الله مشكور